خلينا نروح النمس ده انا على طول جي جي طير يا عم يا اخوان ذا معلقوا اوكي اخيرا طار وجي جي ثمانية كل جايب عشان تلعب اقيام اسطوري وتجيب كلات عالية لازم يكون بناءك اسطوري وفي هذا الفيديو جبتلك افضل ثلاثة طرق تسوي فيها الجم بريتش وخلينا نبدأ بالطريقة الاولى والاسهل بينهم لكن ذا حين خلينا نروح لمكان افضل نقدر نشرح فيه بس باللاكن كانت حركة الانتقالة رهيبة رهيبة صح المهم وعشان تسوي حركة الجم بريتش لازم تلعب بالتحكم الجديد او تكون لعب كنترولر او لعب بي سي وطبعا لازم تكون في مانيكرافت البيتروك وذا حين خلينا نبدأ بالشرح لكن دقيقة اوكي كذا افضل بالنسبة لكم واول خطوة لازم تترك مسافة من ثلاثة بلوكات الى ستة بلوكات ليش ستة لانه اخر حد يمديك تبني فيه وبعد ما تركت المسافة المطلوبة لازم تأيم صح يعني ايامك ما يكون شوية يمين او شوية يسار خليه في النص لانك هتبني بشكل مستقيم وبعد ما تأيم صح تضغط على زر البناء واول ما ينحط البلوكات ابت تمشي على قدام وبعدها تكفز و تكون ضغط على زر البناء وكذا خلاص سويت الجم بريتش وهذا ليسلي الضغط على زر البناء ومشيت على طول والصح زي ما قلت انك تضغط على زر البناء واول ما نحط البلوكات ابت تمشي على قدام وهذه الخطوة مهمة جدا واذا فعلت الـ Auto Jump ما رح تحتاج تكفز بعد ما تمشي على قدام لانه رح يكفز بشكل أوتوماتيكي فيعني رح يسهل عليك الطريقة شويتين وزي ما قلت اخر حد للمسافة ستة بلوكات لانه بعد نقطة يمديك تبني فيه وفيه اخطاء حاول انك تتجنبها وانت قعد تسوي الجم بريتش ترفع الـ M لفوق او تنزل الـ M لتحت بزيادة تحرك الـ M ليمين شويتين او انك تحرك الـ M على اليسار شويتين وطبعا اذا سويت هذا الاخطاء ما حيصير معك الجم بريتش وطيح وطبعا راح وفيه ميزة جدا حلوة في الطريقة الاولى هذه واللي هنو مو شرط انك تبني في البلوكة لقدامك على طول يمديك تبنيه على اليمين شويتين او في اليسار شويتين وهذا اصعب والشي المو كويس في الطريقة الاولى انه عشان تسوي يبغى لك مسافة ثلاثة بلوكات يعني لو نقول مثلا لو كنت في جزيرة مساحتها بلوكتين في البلوكتين ممستحيل انك تقدر تستعمل الطريقة الاولى وتسوي جم بريتش لكن يمديك تسوي الطريقة الثانية فزي ما نشايفين بلوكتين في بلوكتين وقدامه ما فيه اي بلوكة حرفيا لكن مع هذا تقدر تسوي حركة الجم بريتش ونبدأ باول خطوة انك لازم تيجي في اخر بلوكة موجودة في الجزيرة وبعدها تخلي اي مئ كأنك بتحط بلوكة على قدام وكيف تعرف انه مكان اي مئ صح انك تلاقي البلوكة اللي انت قاعد فيها محددة والخطوة اللي وبعده انك تضعط على الزر البناء واول ما تنحط البلوكة تحرك اي مئ على تحت شويه وتبدأ تمشي في نفس الوقت وأصعب شي ماوجود في حركة الجم بريتش هو التوقيت انه اول ما تضعط على زر البناء تنتظر مدة بسيطة جدا وبعدها تنحط البلوكة وإذا تعودت على هذا التوقيت البسيط حيصير حركة الجن بريج إيزي بالنسبة لك كأنك تشرب موالي حرفياً وفي حاجة كمان لازم تعرفها في الطريقة الثانية واللي هي أنك تعرف كيف توقف الجن بريج وإلا راح تطيح واللي هي أنك ترفع الأيم على فوق وبعدها توقف المشي والقفس ومع رفعة تقليل الأيم حيبني كامبلوك على قدامه فمستحن أنك تطيح والمميز في الطريقة الثانية يوم ديك تسوي الجن بريج وبعدها ترفع على أي جهة وتسوي الجن بريج كمان يعني تقدر تسوي بريجات وإنت على الهواء والشيء المو كويس في الطريقة هذه أنك لازم تروح في نهاية الجزيرة لكن الحل بسيط أنك تكفز وتحط بلوكة وخلاص يمديك تسوي الجن بريج في مكانك يعني مو شرط أنك تروح لنهاية الجزيرة بالعكس المفروض أنه قدامك ما يكون فيه ولا بلوكة يعني يكون مكان فاضي وبكذا انتهنا من هذا الطريقة ودحان نروح للطريقة الثالثة واللي أنا أفضلها شخصياً وهذا الطريقة عبارة عن دمج الطريقة الأولى مع الطريقة الثانية وتطلع لكم هذا الطريقة الأسطورية ونبدأ بالخطوات وأول شيء نضغط على زر البناء وأول ما تنحط البلوكة تحرك الأيملي تحت شويتين وتمشي على قدامه وتكفز كمان تسوي هذا الأشياء الثلاثة في نفس الوقت وبكذا سويت البريج بأفضل طريقة بالنسبة لي لكن في أشياء رازم تنتبه عليها ونت تسوي البريج عشي يزبط معك بشكل مثالي وإذا ما سويتها راح المهم دا حين سويت خطوات الطريقة الثالثة وكل شيء كان ماشي صح وزبط معك الجم بريج لكن فجأة وقفه طحت أوكي فهذا اللحظة راح تقول ليش وقف الجم بريج أكيد سويت شيء غلط وأنا أقول لك إنه كله سويته صح لكن في شيء إضافي كمان لازم تسويه إنه لما تستعمل الطريقة الثالثة وتسوي الجم بريج لازم تنزل أيمك لتحت آخر شيء يعني إنه تخلي أيمك على البلوكة لتحتك بالضب والسبب صراحة ما أعرف ليش لكن لازم تسوي كده عشي يزبط معك البرج والشيء الثاني إنه قبل ما توقف البرج يرفع المك لفوق ووقف المشي والقفس نفس الوقت وبكذا راح تسوي الجم بريج بالطريقة الثالثة بشكل مثالي أنا في البداية قلت إنه هذا الطريقة دمج بين الطريقة الأولى والثانية قلت كذا لأنها أخذت الإيجابيات الأفضل بين الطريقتين الطريقة الأولى كان لازم تخليه مسافة ثلاثة بلوكات الطريقة الثانية تقريبا من بلوكة واحدة لكن الطريقة الثالثة يمديك تسويها من البلوكة اللي وإنت فيها حرفيا أوكي لما تكون قاعد تجري يمديك تسعى من الطريقة الأولى وتسوي الجم بريج الطريقة الثانية لازم تسويها وإنت ثابت في مكانك والطريقة الثالثة يمديك تسويها وإنت قاعد تجري لكنها الأفضل لأنها راح تكون أسهل من الطريقة الأولى وإنت قاعد تجري وبكذا وأخيرا خلصنا شرح الطرق الثلاثة ونصيحة انك تتعلم الطريقة الاولى والثانية او الثانية والثالثة وانا اشوف انه الخيار الثاني افضل وبس دحنا اخليكم مع ايام سكاي وورز لعبته بالثلاث الطرق اوكي انا فيه ماب جديد انا مهم خلني لعب ماب عشوائد احين اوكي ماب الجمجو ما مدري ماب المهم وباقي الثانية واحدة ونبدأ القيم طيب خلني نجرب الطريقة الاولى في الجوم بريتش طبعا هالطريقة استعملها كثير في كل مقاطع انا استعملها تقريبا لكن من بعد هذا الحلقة اعتقل ان ابدأ استعمل الطريقة الثالثة لانا الطريقة اسطورية جدا طيب خلني روح نجد هذاك بس خلني بني شوي احتياط وصبت وضعه الاخ خلع لنا مدري من فين اوب 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 كيف ضربني كيف ضربني والله ما اعرفي شفتلي الاخ ليش شفت يوهو يوهو كل ناس بيعرفوني ولا كيه اكيد يعني انا مشهور لا مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا ودقي يا شبا خلن سلم عليه اهلا وسهلا والله لم نتابعين اساطيري اخي بسوا لا 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 حبيبي مو على المتابعين أضرو مين انا أضرو مين طيب خلننشوف اللوتülerان انه رح اموت من لوت السيء اووه اوه يا اللوت اوه يا اللوت وبقيه 4 اشخاص او شخصين بس يعني باللهكل يفتح وفي القيام الثاني خلنجرب الطريقة الثانية احسن الطريقة الاولى دائما نشوفه في مقاطعي في خاص تعرفوها حلننجرب الطريقة الثانية اللي اللي لعبت فيها في اخر مقطع اوكي اصلا الجيم بدأ ونقع السولف طيب خلنا نروح لنهاية الماب ونسوي كده طريقة اسطورية صراحة خلنا نطير هذا الاخ طير يا رجال لاسك في الجزيرة خلنا نروح هناك سوف نرى الطريقة نجيك تسوي بريتش أورا بريتش خلنا نقفز ونروح في النص طيب هناك في جلد بيصينك خلنا نروح نسوي أحلى كلين أب خلنا نجلد أبو دروع هذا أول وحلو بعد نجيلديigeranic دروع دروع أوبوبوبوبو أوكي طاح طاح ولله ما علي كيف جملتهم لكن الأخ هذا بيجي آح حرام حرام أنا جبته حرام لا كذا تشفت دقيقة ونجد هذا يعرفنا أو لا أو أوكي هذا ماما الغري第二 فبقي أوت嚕 الاسرع لا لا لا! تعرفني الجيم المددا تدقيقة و 14 ثانية اوكي مشي شفت البرج كيف برج حلو زي ما انتو شايفين ودخل ندخل القيامة الثالثة ونجرب الطريقة الثالثة الطريقة الاسطورية هيا نزل 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 نا لا لا دقيق طيب خلو نسوي البرج على السريع زي ما انتو شايفين يا اخو والله البرج هذا جدا عاجب احس رح اكمل فيه اللعبي خلاص هيكون اكثر برج انا رح استعمله اوكي حنروح لهذا ونروح لهذاك اوكي هذاك بيلوت هذا بيطال فيه من الكيف احتمل ان هذا عنده شي حيرميني وهذا اليكس اليكس يا رجال اليكس ايزي خلاص سوي اوكي زب 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 يعني حتى من بلوكة اقدر سوي اوكي لو تحط مويا وانزل لك اليكس حط المويا وانا راح انزل يعني ما تبقى تحس بالذل وانا اجردها فعال يعني لمشي لانا مشي لي اخوان لسه اليكس نوب عارفين كيف خلان نروح لهذا اوكي باينا الاحتراف يعني اقلش بدون شفت يبنيك سيو بدون شفت ترى اوه اشوف هو اقدر اشيله ذا حين خلاص سلام عليك ما يبغى لها فلسفة بقى نروح ذا حينف النص اقدر اقدر فيه اقدر اقدر فيه وجينا الثاني كوان لا تفلسف لا تفلسف لا تفلسف لا تفلسف لا تفلسف لانا قدر رطيه احك بس نوب عارفيا اوكي يا اخر واحد هناك هل ااخذ صنوق ديق النص وماحتاج خلنا اخذ بس قولد احف اوه ثاني واحدة ما تحرك بس طيب نروح بما انه اش وانه بعين انه مرة محترف خلاص جي 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 بإذن الله جلدنا ايزي